ليه علاقة بشهر رمضان وليه علاقة بصحة الإنسان عنوان الحلقة النهاردة هو الصيام وعلاقته بي أو تأثيره على الصحة الجسدية والصحة النفسية حقيقة ربنا شبحانه وتعالى شرع الصيام من 1400 سنة وكان الحقيقة الصيام ليه أهداف مهمة وكتير قوي احنا ما كناش نعرفها لأن احنا كبني أدمين أو كبشر عندنا قصور في الغيبيات ما نعرفهاش لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام عشان خاطر يصح البدن وتصح النفس يعني الحقيقة الصيام هو صحة نفسية وصحة جسدية وكل يوم العلم الحديث بيكتشف حاجات كتير قوي احنا ما كناش نعرفها زمان عن الصحة النفسية اللي ليها علاقة بالصيام أو فترات انقطاع الطعام والصحة الجسدية برضو يعني ليها علاقة وصيقة بموضوع الصيام ناس لو بصت بصة سطحية للصيام تفتكر انه هو يعني نوع من انواع يعني حاجة مفروضة علينا واحنا مش فاهمين ليه أو ان احنا بنعزب نفسنا بالانقطاع عن الاكل والشرب بفترات طويلة لكن في حقيقة الامر هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اعلى واجل من ان هو يطلب مننا حاجة هو مش محتاجنا اصلا في حاجة هو بيفرض علينا حاجة عشان صحة نحن مش عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن اي شيء فربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز في سورة البقرة الاية 185 بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم الحقيقة الاية ديت بتقول لنا معنى جميل اوي وانا امكان شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت ان شهر رمضان هو من عز الشهور على قلب المسلمين علشان خاطر هو اللي فرد فيه الصيام واحنا بننتظره ده بيبقى عيد لنا كل سنة بننتظره وربنا سبحانه وتعالى نزل فيه كمان حاجة عزيزة جدا 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 على المسلمين في جميع انحاء العالم الا وهو القرآن الكريم وجعله هدى لكل الناس فالآية جميلة الحقيقة شهر رمضان ده شهر الكريم انزل فيه القرآن اللي هو عز حاجة علينا وجعل فيه بينات وآيات للمسلمين يهتدوا بيها في حياتهم طيب حتة تانية مهمة برضو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث جميل قال حاجة بتجمع بين الصيام والقرآن حاجة جميل حديث يعني من أروع الحديث الحديث بيقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد رسول عليه الصلاة والقرآن